محطات الوقود الفريدة من نوعها تنتشر في اليابان أنابيب تتدلى من الأعلى مهمتها توصيل الوقود للسيارات الأمر الذي يحل مشكلة عدم قدرة السائقين على الوصول لخزان وقود سيارات ماكينات البيع المميزة يعرف اليابانيون قيمة الوقت جيدا لهذا فقد اخترعوا ماكينات بيع لا تزود فقط رقائق البطاطس أو الشوكولاتة وإنما أيضا البطاطس المقلية والبيض المسلوق والباستا وطعام الحياة مواقف السيارات المكدسة يبلغ التعداد السكاني في اليابان 127 مليون نسمة لذلك فإنها تضع في اعتبارها الاقتصاد في المساحة وهو ما يجعلها تستخدم هذه المواقف متعددة الطواب علب مشروبات للمكفوفين للأشخاص الذين لا يعرفون المشروب الذي يحملونه فقد فكر اليابانيون بهذا الأمر لذلك لن تجد أي تعلبة مشروبات غير مكتوبة بلغة برايل تراسي لوضع الحقائب غالبا ما تقع الحقائب عند تعليقها على الكرسي وهي بالطبع من العشياء المزعجة لكن في اليابان هذه ليست مشكلة فستجد دوما جزءا في الكرسي مخصصا لحمل الحقيق إطارات مزودة بمنتجعات صحية للقدمين لن ترى هذا الشيء في أي مكان آخر بالعالم بإمكانك أن تحصل على تذاكر القطارات المزودة بأندية علاج صحي للقدمين للتخلص من الضغط اليومي والاسترخاء خلال رحلة التنقل المناديل توزع مجانا في الشارع في اليابان يتم توزيع المناديل الورقية مجانا عند سيرك في الشارع مراحيض بوظائف متعددة المراحيض في اليابان تقدم أكثر من وظائفها الأساسية فهي تساعد الناس الذين يعانون من إعاقات وتنظف نفسها ذاتيا كما أنها تسخن القاعدة في أوقات البار فقاعة الهواء لتخفيف الضغط في اليابان يعمل الناس لكثير من الوقت وهو ما يعني زيادة الضغط والإجهاد وتعد فقاعة الهواء البلاستيكية من الطرق المميزة لتخفيف هذا الضغط كابسولات النوم لمن يبحث عن ليلة هادئة ونوم مريح بتكلفة قليلة فيمكن زيارة كابسولات النوم التي تنتشر في اليابان الطرق الموسيقية في اليابان هناك مجموعة من الطرق التي تصدر النغمات والألحان طوال الطريق مما يساهم في إبقاء المسافرين مستمتعين خلال الرحلات الطويلة كوتاتسو كوتاتسو هي طاولة مزودة بغطاء سميك يتم تسخينها من الأسفل وقد تم تطويرها منذ القرن الرابع عشر الميلادي حيث كان يستخدم الفحم الحجري لتدفئتها نظام الإعلان في اليابان هناك نظام لمكبرات الصوت التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد وتستخدم لإبلاغ المواطنين عن حالات الطوارئ مثل الزلازل والسونامي وحين تكون جميع الأمور على ما يرام تطلق تلك المكبرات أصوات الموسيقى للعامة كما أنها تطلب من الأطفال الذهاب إلى منازلهم في المساء النوم في العمل ماذا تفعل إن شعرت برغبة في النوم خلال العمل في اليابان هناك حق قانوني للنوم يعرف بإني موري حيث يمكن للموظف أخذ قيلولة في العمل لمشاهدين الجدد اشترك الآن كي يصلك منا جديد الفيديوهات نرجو أن تقنوا قد استمتعتم معنا بهذه الحلقة نتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا